موسيقى 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 المباراة دي طبعا فرقت معاه كان فيه طبعا ما كانش فيه غيابات كتير كان فيه رمضان برضه الأهل يفتقدوا في المباراة دي ومحمد هاني ومحمد هاني بقى رمضان وصل لفورمة كويسة جدا جدا برضه بيفرق مع الفريق في مباراة زي مصيرية أو مباراة قوية محتاجة برضه قوة ومحتاجة أن تكونوا يستعدلها السادات قوي برضه صابت عشور في الشوت الأولاني وكان تغيير مبكر فيه عوامل تانية برضه في المباراة ممكن نفسية ممكن تؤثر على نادي الأهل زي مثلا حكم الليك هون انت بتجيب حكم حكم للنادي الأهل طيب بس خليل الله حركة لحاجة قبل ما نخوض في هذه الأسباب من وجهة نظرك برضه كل اللي احنا حنقوله يا جماعة أو كل اللي الكابتن حيقوله دلوقتي الكابتن صديقل يا جمال مش دي أعذار خالص أعذار للخسارة بالنسبة لفريق نادي الأهل سواء في المباراة اللي فاتت نادي الأهلي مش مكان للمبرارات والأعذار لكن هممكن نحلل بعض الأمور بشكل سريع وفني بالتحديد فيما يخص المباراة أكيد أنا مش بقول مباراة أو أعذار لازم أوضح للجمهور جمهور الأهلي واع جدا وفاهم جدا جدا أن الفترة دي فيه ضغطات على النادي الأهلي سواء داخلية أو خارجية فالأهلي بيقوم من كل اتجاه أنا بقولك على المباراة لا فيه تعصير في المباراة أنا مش بقول المباراة بس أنا بقول جزء من المبرارات دي أن الحكم بس لما نيجي نتطرك لما نيجي عنده لأنه برضو أنت تدينا حقي ويعمل الصح عشان تقدر تحسبني صح ما ينفعش حكم يكون بحكم في الدورة السعودي وإنت تجي يجيبهولي يحكم في الدورة السعودي ويتجيب وتقول أهلي أجنبي ويحكم مباراة مصرية للنادي الأهلي تحدد برضو في النسبة المنافسة بطولة الدورة إنما بقيت الأحيات الثانية اللي دي بقى مش أعزار إحنا ضع مننا فرص في المباراة فيه تأثير من بعض اللعيبة في المهام اللي وقدنا من المدير الفن يعني أنت بجي لك فرص يعني فيه فرصتين لأعزارو فيه فرصتين لجيرالدو دول يعني كافلين أنت كنت تاخد ثلاثة بنت وبرضو الشوت الثاني الأهلي بدأ المباراة عمل شوت كويس جدا جدا وكان ند لفريق بيراميز وضيع فرص هم ليهم الهدف وليهم كرة اللي كانت في العرضة بعد كده فرق بيراميز الشوت الثاني كلهم رجعوا ورح بس الشوت الثاني حصل برضو بعض التقصير اللي هو من مش ميقول لك من اللعيبة كلها لأ من بعد الناس اللي عندها خبرات احنا فيه أكتر من مباراة فيه ناس مميازة في النادي الأهلي دول بتعلمواقف الصعبة اللي هم الكبار في الفرقة لما يكون الفرقة مضغوطة وفيه ضغطات عليها لازم يهيئوا المناخ للعيبة اللي جنبيها يركزوا في الجزء اللي باقي من المباراة ما تشغلتش أنا مثلا ان الحكم نرفزني ان المنافس نرفزني لان الوقت اللي انت لازم تركز فيه ممكن يحصل في حاجة كتير قوي انت ممكن في اي وقت كنت ممكن تتعادي اللي ممكن تكسب الفرص دي وردة المدير الفني بيشتغل بيعمل عليه بيوصلك لحد المرمى بس مش هينزل يجيب جوهن يعني الفرص دي كانت كفيلة جدا جدا النادي الأهل ياخد ثلاثة بنت بس ان شاء الله اتمنى الفترة اللي جاية احنا عندنا مباراة المصري المباراة اللي جاي في الدوري السلبيات اللي كانت في مباراة اللي فاتت دي اكيد المدير الفني واللعيبة والجهاز كله هيشتغل على ان احنا نتفادل الأخطاء دي والمباراة اللي جاية دي مهمة جدا جدا ومصريها لنادي الأهل عشان نكمل المسيرة ولازم لعيبة نادي الأهلي تحط اقصى جهد وتبزل اقصى جهد الفترة اللي جاية لساعات جميري النادي الأهلي بإذن الله عشان ياخدوا بطولة الدوري وليه اقل حاجة اللعيبة والجهازة فان يقدموها لجميري النادي الأهلي فعلا اقل حاجة فعلا صح من وجهة نظرك انت تطرقت حضرتك ليه الفرص الضيعة من نسبة لنادي الأهلي السر في عدم التوفيق الملحوظ في عدم انهاء الهجمات بأهداف بالنسبة للفريق من وجهة نظرك ده ممكن كان اسبابه ايه هو اسبابه برضو في بعض الأوقات تحس اللعيب يعني ده مش ماتش ده بس اه بعد المباراة اه في مباراة وانت كلا سجلت فيها كانت تفري معاك تحسم لك لقاءات كتير يعني مثلا زي أزارو الموسم اللي هو اللي فات كان هداف الدوري 18 هدف وهداف وهداف الأهلي في أفريقيا من ربع فرصة بيجيب لك جون وكان مميز جدا جدا في البداية كان بيضيع بعض الأهداف برضو لكن في النهاية كان بيجيب أهداف كتير ما فيش بس اللعيب ممكن ديجيله فترة فيه ضرب عنده ما بقاش يبقى قدامه بس انت بتوصل هي عايزة شوية تركيز شوية ثقة بالنفس ترجع للمستوى بتاعك اللي انت عاودتين عليه وتحرز الأهداف اللي المفروض تحرزها لأن فيه أهداف سهلة جدا جدا متروح يعني المباراة دي فيها فرصتين يعني لو واحد مركز فيهم سواء جيرالدو أو أزارو خلص الماتش فالفرص دي هو العيب من قاش نازل عايز ضيع فرصة الحمد لله بيوصل هو دلوقتي في جهوزية كويسة بدليل المدرب بيخلي يبدأ في المباراة بس حيط التهديف فيها توفيق طبعا من عند ربنا بس لازم يكون فيه تركيز أكتر من المهاجم ويعرف قيمة المباراة اللي هو نازل اللي بيسجل فيها انت بتلعب على اللقب وإحنا ما توفقناش في بطول الأفريقية يعني الضغطات دي مع العيبة الكبار بتبقى ليلة جدا جدا التركيز بيضيع الضغطات اللي عليك نبتنزل تسجل حتة جيرالدو برضو جيرالدو تحس ان ايه ما توفقش في الفرص رغم ان فرص سهلة جدا جدا برضو البوزيشن بتاعه في الملعب هو مش رأس حربة ثابت زي أزارو بس جات له كور كان لازم يحرز منه أهداف بس لما تيجي تحاسب هتحاسب أزارو أكتر من جيرالدو لأنه أكيد بيبقى متطرف على طول لما يتحط في الصندوق بيبقى في جزء من المباراة إنما التاني رأس الحربة بيبقى ثابت قدام الجول سيحب تشوف الأطراف دلوقتي في كل العام بيقدروا يحرزوا أهداف بسهولة جدا بتسجل بس أنا أقولك لما تيجي تعمل مقارنة لا رأس الحربة اللي هو ما بتضيع غير ملاعيب الترفي بيضيع أو اللي بيجي من نص الملعب بالعكس اللي بيجي من نص الملعب بيبقى عنده رؤية وبيجي يسجل يبقى يعمل زيادة إنما رأس الحربك منه لما تجيله كور كتير جوه الصندوق أو يجيله فرص ثلاثة أو أربعة لازم يحرز منهم لأنه عارف أي هدف يحرزه هيبقى ليه تمن وبالذات في الوقت الحالي اللي احنا فيه فطبعا بتمنى للتوفيق للفترة اللي جاية وإن شاء الله فاضل تم المباراة الفرقة كلها في الحقيقة محتاجة توفيق الفترة اللي جاية لأن الموضوع مش مكتصر بس على جيرالدو أو على أصغر هناك حالة من عدم التوفيق بتلازم لعبئ النادي الأهلي بيقالهم فترة أكيد بس احنا اضطرقنا للحتة التالت الأخراني نتكلم على أهداف حتة التوفيق بالنسبة لبقية الفرقة الفرقة برضو الفترة اللي فاتت مفيش حد أسر بالنسبة للمباراة اللي عبوها بتالي احنا كسبنا المؤجلات ويتصدرنا الدوري الدوري اللقاتي عارف المنافسة بين ثلاث فرق وصعبة جدا جدا الأول كنا احنا ممكن نبقى الفرق في الوقت اللي احنا فيه تلاقي تحسمت بين فرقة وفرقتين في الوقت يدخلك فرقة ثالثة يعني برضو المنافسة قوية جدا جدا النقطة في الوقت اللي احنا فيه ده كان سعبة تبقى تحسمت لفريق واحد كمان او ده من مثلا من اربع مواسم او خمس مواسم بس فيه متغيرات في الحقيقة فيه منافسة قوية جدا الظروف الظروف اختلفت كابتن أمير الامكانات المادية طغط على يعني ايه فيه حاجات كتير عوضيتها المادة ان انت بتجيب لعيبة كتير بتجيب حكام بتجيب مش عارف ايه الاول كانت محسومة الاهل يوز مالك بدلت دخلك فرقة عندها طموح وعندها نفوز وعندها كل اللي اللي يخطر على بالك يعني دخلها مش بكوة بكوة جمدة جدا 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 الربين يسطر منهم كل حاجة فالمنافسة صعبة فكل حاجة التركيز اللعيبة كلها الفترة الجاية زي ما ركزوا الفترة اللي احنا كان عندنا فيها مواجلات هي الفترة اللي جاية بس برضو انا بحس فيه بحس ان يعني فيه ضغطات فيه ضغطات على النادي الاهل فيه ضغطات كبيرة بمعنى ايه ضغطات ضغطات يعني انت تمثل في ايه طيب الامور يعني مش عايز اقولك ان انا قلت لك كلمة في البداية فانت قلت لي مش عايز اقف عندها بتاعت مثلا حتة التحكيم حتة المباريات حتة المؤجلات النادي الاهل ما يضغطش كده كان عمره ما يضغط كده انت تكون عندك مبارا مهمة مبارا عديدة طبعاً 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 وعدين ما يجي مسلاً يقول لك إيه لأ لازم يلعبه وعندك مباراة مهمة جداً اللعيبة لازم قبلها ترتاح وبعد المطش ترتاح ده المباراة الأفريقية دي بتبقى قوية جداً وصفر وفيه إجهاد على اللعيبة ولعيبك هتلعب مؤجلات قبلها قول لي مين يتحمل كده؟ فبحث ان فيه ضغطات عن نادي الأهلي ما ينفعش يعني الأهلي مستهدف مش عايزين ياخد الدوري ماشي مفيش مشكلة بناقص دوري آه شايف النادي الأهلي مستهدف مستهدف جداً يعني فيه سرعات على النادي الأهلي خارجية آه اللعيبة لما تأثر النادي الأهلي مجلس إدارة والجهاز الفني حاسب اللعيبة واللي مكسر بيقعد على جنب إنما الحاجات الخارجية هتنا حاسبها إزاي؟ انت هتحاسب مين ولا مين ولا مين؟ بس الأهلي قادر على مواجهة هذه الأشياء القادر بإذن الله غصب على أي حد بس بتمقى صعبة بيحارف في كذا جهة يعني أنت أول مرة شوف النادي الأهلي في الحالة دي بالنسبة للعوامل الخارجية الأول كان إيه يحصل إيه ماتش يتأجل ماتش يمفيش مشكلة دلاتي كل حاجة لأ لازم تلعبه لأ أجيب لك حاكم أجنبي مش عارف أجيب لك فلان أجيب فلان الأمور بيتمختلف عن الأول بس الأهلي قادر يتحدى أي حد ورغم الصعوبات بإذن الله إن شاء الله الفترة اللي جاية أن الناس برضو تترتب بالأوضاع داخل الفريق ويحاولوا بإذن الله يجيبوا البطولة عشان الجميع نقطة وردو للتوضيحة وإيه المشكلة ما يجي للنادي الأهلي حاكم أجنبي عشان نوضحها من يجي بس يكون فير يكون مثلا الأجنبي ده اسمه أجنبي ليه؟ إن جاي من أسبانيا جاي من إنجلترا جاي من فرنسا مصنف ويجي أنت عارف حكام اللي جات هنا أغلبيتها ده كلهم لمواغز يعني الليلين جدا الوحيد اللي ممكن ممكن أن يكون كان كويس جدا جدا بتاع المباراة الزمالك وبراميزي بتاع 3-3 آآ طبعا أنا مش فاكر اسمي آآ لا لا بحاكم حاكم أصلي بص الناس اللي في مصر سواء المسؤول على التحكيم أو على التحاد الكرة أو الجماهير أو اللعيمة المنظومة كلها بيبين دي ما فاش مجاملة ما بتقول حد عنده ثقل سواء في التدريب أو في التحكيم ما فيش حد يختلف عليه بس أنا بقول النقطة دي مش بعلق الشمعة المباراة على الحاكم بس برضو خليك فير ما تجيبش حد بيشتغل في مكان والمكان ده محسوب على الناس معينة بتنفسك بطولة الدوري أنا مش 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 عايز أسلم حد بس انت هلأهل نفسيا تبقى نازل مباراة مرتاح منادي الأهل دافع دافع فلوس للحاكم لا نحن دافعين فلوس يبقى نجيب بقى حاكم على مستوى عالي هوا تقول لي ايه ما كابتن ايه الأخطاء اللي وقع فيها ما ممكن سيخلي الأخطاء على جنب وخلي كل مباراة على جنب بس نفسيا انت بتبقى عارف ان ده جاي من المكان الفلاني لما لما يكون واحد أجنبي بلد أوروبية جاي أول مرة خلاص انت عارف ان احساسك من جوه ده فير ها يديك حقك ودين خمسين بخمسين بس دي هتبقى جوه اللعيب ماشي اوكي لا بس نفسيا لعيب النادي الأهلي نفسيا لو بيفكروا بالطريقة دي بغلطان في الحقيقة انت لك الحكم ان الحكم يحكم في الملعب بشكل عادل أخطاء ايه هي اللي بتباني واللي تقول الحكم ده كويس ولا لا هل نادي الأهلي او هل هذا الحكم كليه اخطاء في مبارات الأهلي هو با كليه اخطاء لا كليه فيه تلات قوار منهم اما انا انا جيت اكلمك استلي عشان نقلتش مبررات احشينا في قناة النادي الأهلي يعني فيه ضرب الجزائي اللي أزاره مانا مش عايز اتكلم ليه فيه ضرب الجزائي اللي أزاره لو واحد كفيفة يحسبها ولا كلامي غلط ما انت لما تسجل اول ضرب الجزائي او يجي لك خدف وانت تركب المباراة محدش غف قدامك الثقة اللعيبة يبقى فيه تنظيم داخل الملعب فيه هدوء للجهاز الفني للعيبة خلاص انت كبت المباراة انما انت لما تيجي تحس انت من جواك ان مش حقيق منه برضه عمر الاهلي معترض على الحكم عمر الاهلي معترض لحد الاهلي كان بيلعب في اي ظروف وحد ده وقتنا هذا عمرك شفت نادي الاهلي او مجلس ادارة اعترض على تحاد الكورة لا مش هلعب لا قصة الحكم ده عمر الاهلي معترض على حد بس انت فيه حاجة نفسيا جواك يبقى انت وانت نازل على المباراة عارف انه ممكن يكون مش لازم تكون واضح روح انت موضحة لحضرتك وقلت لي ايه ما فيه اخطاء اه لما تحسب لك ضرب الجزاء تحسب لك حاجات فولات معينة ممكن يحزم لك المباراة مش اي حد هو بيتابع المباراة يعرفها خلاص بيقيدك داخل المباراة معه ممكن تكون بعض الشيء حالة بعض اللعيبة او عدم التركيز فهي بتتصب كلها في الاخر النادي الاهلي بيدفع تمانا فان شاء الله انا عارف النادي الاهلي ما بتقصرش باي حاجة وانا قلتلك شوف رغم الزروف دي كلها ولا بيقلم في اي مكان ولا مجل الزراء بتكلم ولا الجهاز الفني بتكلم كل الدغوضات دي وكل الحاجات اللي بيشوفها النادي الاهلي ان شاء الله الاهلي قادر يتخطها وبإذن الله يلعب على البطولة لغاية اخر مباراة شايف ان اثبت الجمهور قبل المباراة دي ممكن تكون شتت اللاعبين نسبيا رغم ان هي برضو مش مبارة لكن ممكن تكون احد الاسباب هي مش بتشتت اللعيبة اللعيبة المفروض زي ما تعودنا احنا في الملعب واحدة بار ملعب ما بيبصوش للحاجات دي خلص بيركزوا كلهم فين في المباراة في المنافس في 90 ديئة في اللحاجات زي كده بس برضو من العوامل اللي هي الاساسية اللي برضو من نجاح اي مكان او اي فريق العامل بتاع الجمهور ووزات كمور نادي الاهل ده تحطه ده على جمه غير الجمهور التاني بيدي باور الفريق بيدي سكها للعيبة بيبقى وراء الفريق في اي مكان وفي اي وقت وفي اي زمان لغن عنه وانا عشان كده بقول لك لازم كل لعبت النادي الاهل تبزل اقصى جهت تبزل اقصى جهت في سبيل ان هما يساعدوا الجمهور دي اللي يوقفوا وراهم شفت حضرك بعد مباراة سان داوينز واي مباراة بيحصل فيها اخفاقات او يحصل فيها كده الجمهور عمرها ما ادخلت مع الفريق عمرها ما اصرت ولا مع اللعيبة ولا مع الملعب ولا اللي خارج الملعب فالناس دي اقل شيء تقدمها لها ان تقدمها بإذن الله بإذن الله بطولة الدور ولازم اللعيبة تتعب بالفترة اللي جاي هل النادي الاهلي في احدى مراحل تكوين فريق بطل يقدر يحصد جميع الالقاب اللي هشارك فيها على غرار جيل لبوتريكا وبركات ومتعب وفلابي وناس دي الاهلي الفريق اللي كان موجود بتاع بوتريكا ومتعب وبركات والجمعة دا فريق مميز جدا جدا بس ما تلعوش في يوم وليلة بقى هم الفرقة دي اللي هي اقوى فريق وبطولات كلها خدوا فترة على ما تأقلموا والدنيا تزبطت معهم بعد موسم موسمين محدش هوه قدامهم فالاهلي الوقت داخل فيه احلال وتجديد ومجلس الدارة مش متأخر في اي حاجة اي لعيب بيجي النادي الاهلي الادارة بتجيبه ومهما يكلف من مديات اي امكانيات النادي الاهلي موفر للجهاز الفني كل حاجة طلبها ولعيبة كويسة جدا جدا فترة اللي جاية اكيد اي فرقة بيحصل فيها ضرب شوية لحد ما تزبط ويرجع الاهلي لأحسن من المكان لان الاجيال اللي انت بتتكلم عليها برضو اكيد كل جيل خد له سنة سنتين لحد ما تزبطت معه يعني مانو الجزيء اول ما جيه في الاول كانت الدينة مضلمة معه قعد سنة ومشي قعد سنة ومشي وعلى سبيل المثال في لافيو لما جيه الموسم كله مجابش يجون وجاب جنب يعني جاد في دماغه بالغلق بعد كده لما الدينة تزبطت والفرقة تزبطت وفي تدعيمات كبيرة جدا 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 جاد للنادي الاهلي من الانديها برا ومن الانديها الداخلية الاهلي مكانش حد يبقى قدامه فاحنا نصبر على الفرقة دي ان شاء الله بإذن الله الموسم ده والموسم اللي جاي هتلاقي النادي الاهلي في صورة كويسة جدا وفريق قوي جدا جدا زي ما عودنا وعود جماهيره والاهلي عمره ما يوقع الاهلي في أسوأ ظروفه وتلاقي بينافس في كل بطولة بيخش فيها في فرقة تانية ممكن بتقعد بالعشر سنين ما توصلش لأي منافسات سنة مش عايزة أقولك أسامي على هوا نعم احنا نترم كل الاندية بالمناسبة كل احترام والتقديل لكل الاندية في مصر يعني كابتن أمير بيكلمك واقع ان الجميل قال عنده وعي فلازم الناس تبقى ايه صح صح انه فيه ضغطات فيه السوشال ميديا كلها نزل عن نادي الاهلي فيسبوك الاعلام وفيه ناس دلوقتي بقيت ايه بتتكلم بتبقى متوجهة عن نادي الاهلي فيه دوجهات الناس دي مكاتش المغزى من فترة كبيرة ما تجيبش كورنا في الاعلام المصري دلوقتي بيتسخنوا عن نادي الاهلي واحد ينزل لك منشور كبير واحد ينزل لك اه اعلان هنا وانا الشغال علينا فانا دي برضو من الحاجات اللي هي ايه مش مش كويسة لان احنا النادي الاهلي ده فريق مصري وفريق بطل وكان بيفرح الناس بيفرح مصري كلها فعزي ما كان مصري ما فيهاش فرحة فعزي الثورات وعزي الدنيا مقلوبة في مصر النادي الاهلي كان بيفرح البلد فمنفعش الناس كلها تيجي عليه دي وجهة نظري انا بكلمك اللي انا عشتوا اللي انا شايفوا طيب المباراة المصري مباراة صعبة جدا قبل ما اتكلم ع المباراة المصري الاهلي لحد مباراة صندامز الاولى كان ماشي بشكل كويس جدا يعني كنا كذبيني الاتحاد 2-0 في الدقائق الأخيرة كنت بحق 9 تصرات متتالية في الدور وكنت وصلت الدور التمانية في بطولة الدوري أبطال الأفريقية وجهت مباراة صندامز ضرب فضيع في الأداء النتيجة سيئة جدا جدا الاسباب اللي ممكن تخليك من انت ماشي كويس قوي كده وبعاكال المباراة اللي كانت قبل صندامز زي مقلت لحضارك كان الاتحاد اه كان الاتحاد وكان في مؤجلات قبلها الاهلي قدر يتفوق والحمد لله الفرقة كان ماشي كويس جدا جدا وكان في الفرقة مفيش إصابات وكل الناس رجعت من الإصابات حتى الإيقافات واللي كان بايد رجع والفرقة ماشي كويس جدا جماعة المباراة صندوز أنا بسميها زلزال بلغة اه بلغة كل تركضم زلزال الزلزال ده يعني ربنا يكفينا شره بيبقى جاي خارج عن إرادتك وإرادتي تبقى قاعد كده ويحصل زلزال لا انت متوقعه ولا مستعدله ومش مهيق نفسك ان يحصل حاجة زي كده المباراة دي أنا بقول كده دي وجهة نظر الشحصية كل طبعا واحد ليه رؤية فنية وليه وجهة نظر بس أنا بقولي اللي أنا شفته اللي أنا عاشته اللي أنا حاسس به واللي بيطلع على لساني كتقييم للمباراة دي كالزلزال وصعبة تكرر صعبة تكرر فدي هزت هزت فرقة النادي الأهلي هزت الجهاز الفني لأن النادي أهلي مش معودنا وكانت نتيجة كبيرة النادي أهلي فريق كبير مش متعودين مش متعودين على كده وعمر النادي أهلي ما يخسر كده بس الأهلي بعدها المباراة اللي بعدها احنا كسبنا المقاصة والأهلي قدر يلم نفسه وبرضو لما يكون واحد طالع من المشكلة أو كان فيه مطاب كبير بيبقى ليه توابع برضو يخيط فالفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله بإذن الله نعوض المباراة اللي احنا اخصناها الأخيرة ويرجع زي الفترة اللي كسبنا فيها المؤجلات يبقى فيه برضو اللعيبة الحمد لله عندنا ثقة فيهم وعندنا ثقة في الجهاز الفني والمنظومة كلها مباراة المصري هترجع الأداء الكويس على النادي الأهلي بإذن الله وترجع المكسب إن شاء الله بس عايزة استعداد قوي وتركيز على الجهاز هذا ما أريد أن أتكلم في تحديد فيما يخص مباراة المصري وهي مباراة المقبلة النادي الأهلي يوم الخميس خلينا طيب نروح نشوف تقرير أول عن هذه المباراة ونرجع نواصل هذا الحديث من كل جماهير النادي الأهلي في تقرير السابق وبعضهم قال كلام غاية في الأهمية وبعض قال العبرة بالخواتيم ودي حقيقة أنت لس قدامك فرصة أن أنت اللي تضحك في الآخر مش غيرك من خلال مبارايتك اللي أنت حتقديها في البطولة الدوري تمام مباراة المتبقية فالفرصة كلها قدامك أن أنت اللي تفوز بالبطولة في الآخر وده الأهم مباراة مش مشكلة تخسر مباراة تكسب مباراة ده وارد جدا في بطولة الدوري الهدف منها أن أنت تحصد أكبر كامل ممكن من النقاط فبالتالي الفرصة لس قدامك أن أنت تفوز بهذه البطولة في نقطة كمان مهمة جدا أنا هتكلم فيها برضه مع كابتن صديق الجمال وهي بتتعلق به توطر بعض اللعابين في هذه المباراة وضغوط زاد على لزوم بين علاو الشهم في الملعب ودي في الحقيقة حاجة منحوظة وشفناها في المباراة الأخيرة بالنسبة لنادي الأهلي وهي رسالة للاعبة النادي الأهلي اللي ممكن يكونوا بيبقوا مجدودين شوية مع الحكم ومتوترين شوية من بداية المبرامة على الحكم بالتحديد التوتر ده بيتنقل لزميلك في الفريق فبالتالي بيأسرع عداء الفريق فبالتالي بيجيب نتائجة سلبية فدي أيضا جزئية مهمة جدا تطرق لها أيضا أحد جماهير النادي الأهلي لكن بشكل عام إن شاء الله الفرصة موجودة بإذن الله إن الفريق يفوز ببطولة الدوري تعليق حضرتك على التقرير وكلمات بعض جماهير النادي الأهلي طبعا جميل وعي وعندها خبرات وعندها ثقة طبعا أبلاقي شيء يعني فيه واحد بقول لك الأهل لازم يكسب المباراة كلها أو ما يخسرش أي نقاط ده أنا مأيده طبعا هل منتمنى يعني في كورة الكرة المكسب يجيب مكسب إن شاء الله واحد قال لك الأهل مر بمطبط في الدوري والفترة الأخيرة زي ما تفضلت مع حضرتك في بداية اللقاء بس بقول لك إحنا معاك يا أهلي وإن شاء الله الدوري أهلاوي وفيه واحد بيتكلم إن كان فيه كرة حلوة في بداية تولي المدرب فريناد ألي أنا برضو مأيت كلامه لأهلي قدم كرة كويسة بديل إنه كسب مباراة كتير كان أداء ولعب الفترة الأخيرة دي وواحد بقول لك مباراة الأهلي المصرية فيه واحد بقى نقف عنده اللي بيقول لك هي النادي الأهلي التوتر وكذا طبعا أنا مأيت كلامه حيث التوتر من بعض اللاعبين بس دي لها أسبابها عشان لازم مش بدفع على لعبة النادي الأهلي بس زي ما أنت بتيجي تقيمه لازم تقول لسلبيات تقول لإيجابيات التوتر للاعبة النادي الأهلي بعض الحكام سواء في أفريقيا أو في الدور المصري يعني الحاكم الأفريقي مثلا كل إنذارات للنادي الأهلي بكاري جسامة أو بكاري ده موارات اللي كانت في الكويرة أنذارات وراء بعض للاعبة النادي الأهلي ما دي الوحدي هتهمدك وتعاكزة أنت تأدي وبتقلل من الليقة الزهنية بتاعتك نتكلم عن التحكيم حتى لو كانت النتيجة مش هتصعدك دور اللي لاي بس التحكيم يعني عقق بالنسبة لي بقول لعبة متوترة زي ما أنا بجي أتكلم عليهم كويس لو في سلبيات ممكن أقول لك عليها عشان بقى إحنا منصفين مش جاي أنا أشكر في اللعبة بس لا بس برضو اللعبة التحكيم بطاقات بطاقات صفرة حكم الأفريقي خلى لعبة الأهلي في الملعب لازم يتعصبه لازم يتوتره الحكم بتاع المباراة الأخيرة بتاع بيراميدز برضو بيجي مثلا يدي بطاقات لعبة الأهلي فيه كور مشتركة بيعصبهم فيها ممكن يحسبها عليك ما حسبهاش ليك من الزهار بتاع أحمد فتحي مش فاول أصلا وفي البداية كمان كورة بتاع أمر جابر طبعا أمر جابر هاي دي عطو أمر أم بعدها لو تأثر بالضربة دي ونفس السريخ اللي عمله لازم يتشال على ألم بره ربع ساعة ده نزل ملعب أحرابنا لأمر هو معروف عنه هو دايما أمر أخلوه علي جدا أخلو أخلو علي اللعبة اللي أنا بحبهم أمر جابر محترم ده اللعب كويس بس ضحك على الحكم ملحقات دي بتوتر لعبة النادي الأهلي بس الضغطات اللي كانت عليها سواء من التحكيم الأفريقي أو التحكيم هنا في أول ماتش هتدي له أنزار خلاص أنت كده حزمته لا يعرف يقدي هيبقى خايف يشترك في كل كرة بعد كده هيبقى لعبه محدود في الملعب أن خايف يضطرت في أي وقت بيحصل مع السلية بيحصل مع بعيدة اللعيبة بس اللي أنا بقى ضد اللعيبة أن أنا بقى الخبرات بتاعتي يعني الماتش مثلا الأخير لازم أعمل كنترول شوية التركيز يبقى عالي جدا قدامنا ربع ساعة قدامنا ثلث ساعة وإحنا خسرانين نبقى على التوتر شوية تركيزنا كلنا نحاول نجيب جون إنما لو إحنا نجرينا للحكم أو للعيبة الخصم أو الاستفزاز اللي حوالينا خلاص هتهرب مننا فدي بتبقى لازم تكون كابتن الفريق اللي هو يكون عنده المقاومات يكلم مع اللعيبة يهديهم في وقت للفترة المفروض يهدوا فيها لأن ما ينفعش يبقى متوترين على طول النادي الأهلي خبرات كبيرة خبرات أكتر من أحد فلازم الفترات الحاسمة دي نمنع التوتر شوية والتركيزنا يكون أعلى بس أنا محدش أثر السيادة التوتر دي كانت موجودة ببعض المبارات في جزء منها بسبب الحكام وفي جزء منها بسبب لازم يكون اللعيبة تكون متماسكة خبرة بتاعتها تبقى في الوقت ده مباراة المجبلة مباراة المصري مباراة صعبة جدا فريل مصري ماشي بشكل كويس جدا جدا مع كابت النقهاب جلال شايف المباراة دي ازاي ومطلوب إيه من لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني المباراة المصري زي ما بيقولوا كده على الورق مباراة مصرية وفي نفس الوقت حماسية لأن طبع الموجهات بين الأهلي والمصري تكون مباراة كوية جدا جدا النادي الأهلي لا بدين على الفوز بالنسبة للمصري ماشي كويس الفترة الأخيرة مع عاب جلال وقدر يحسم أكتر من لقاء لصلاحهم بلعب كورة كويسة فريق هادي جدا وهاب من المدربين الهدين جدا همتجي تتعامل معاه في الملعب كانت خصم بيبقى مريح من زي المدرب اللي تنشينك وتنشب فرقتك وتحس إن الدنيا مجدودة الحتة بابتع النادي الأهلي الأهلي اللعيبة والجهاز الفني احنا طالعين من ظروف صعبة المباراة الأخيرة ولم يحالفنا التوفيق في حصد التلات نكوت في تأثير في الملعب تأثير من اللعيبة تأثير من الجهاز الفني كل ده بنرمي وردارنا لأن بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق بس المرحلة مباراة المصري محتاجة كوة محتاجة قاليني أقول لحرزك إن ده دي لقطات من مران اليوم لقطات فريق النادي الأهلي التمريب بتاع النهار اللعيبة التركيز هيكون عالي جدا جدا إن شاء الله زعل واضح بصة كابتن لو تاخد بالك متأثيرين وده شيء طبيعي يعني يعني العيبة الأهلي زعلانين من يعني من فترة كبيرة لأن مش يفرحوا اللي ما يفرحوا جمهير النادي الأهلي فهم حاسين بأهمية اللقاء اللي احنا افتقدناه وهمية اللقاء الأكبر اللي احنا هنلعبه إن شاء الله يوم الخميس مع النادي المصري بالزرط طبعا المدرب يلحق بإذن الله صعب الشيء لو لو هيلحق يعني وطبعا بقيت اللعيبة الموجودين سواء المواجمين أو نص الملعب أو الدفاع عنده مجموعة لعيبة كويسة مفيش حد يبقى بعيد خالص غير ممكن يكون رمضان الفترة اللي جاية وهاني برضو أنا شايف إن هو لسه مش يخش دلوقتي وإسلام محارف بقى له فترة بعيد يعني بس يتكلم عن الناس المتواجد دلوقتي اللي هم بيلعبوا المبارات الأخيرة التركيز يكون عالي جدا جدا من البداية هدوء مش عايزين ننجر وراء أي حد سواء مثلا حكم سواء العيب خصم أو أي حد لأننا مطالبين بالفوس مطالبين باللقب ماينفعش إننا الفترة دي إننا نفقد أي حاجة وإنت شايف كبت محمود الخطيم كبت محمود الخطيم أه وجهاز المجلس إدارة أستاذ خالف درندلي الناس تبقى متواجدة بكوة مع النادي عشان نبقى فيه باور اللعيبة وكل النادي الأهلي وراء اللعيبة مجلس إدارة جمهير جهاز الفني فاللوقتي كرة في ملعب اللعيبة عسين بهمية اللقاء اللقاء صعب مستهل ممكن نسهله على نفسينا ممكن نصعبه من البداية أنا ليه بقول تركيز لأن ما نفعش تفقد التركيز في أي جزء من المباراة من بداية المباراة بإذن الله نحاول نسجل في الأول عشان نركب المتش يعني إذا ما يقولوا كده بالبلد يعني نركب المباراة مش عايزين الدنيا تبقى مكهربة معنا ونستنى شوية لما لقدر الله ييجي فيها حاجة عكسية وبعدين الأمور تتأزم معنا فأنا شايف أن كل الناس نتمية باللقاء وحاسين بالأهمية بتاعته كمنافسة بطولة الدوري وكنطلع من الحالة اللي احنا فيها أن نبقى في المكانة الكويسة أو الطبيعية بتاعتنادي الأهلي شايف لقدر الله لقدر الله لنادي الأهلي فقد نقاط في هذه المباراة هل الفرص هتتصعب قوي قوي على النادي الأهلي فوز بالدوري ولا لسه الأمور فيها أمال يعني هو لسه طبعا بدري إن شاء الله ما حصلش أي حاجة عكسية احنا نقول لقدر الله لأن عندنا فيه مباراة تانية يعني عندك فيه مباراة بعد كده مع الجيش والنجوم والإسماعيلي وفيه إنبي وفيه المقاولين وفيه سموحة وفيه الزمارك ثم المباراة أو سموحة مباراة قدرين يغيروا كل حاجة سواء إن كان فيهم حاجات إيجابية أو سلبي المنافس هي العب نفس الكلام ثم المباراة من المباراة اللي جاية فيبقى فيه متغيرات أنت تحط كل السيناريوات بس إحنا السيناريو اللي نتمنى للنادي الأهلي والأيكتنادي الأهلي إننا نتفوق في المباراة اللي جاية ما نستناش لن نقول إيه لا ده إحنا فيه ظروف لا لقدر الله دي مطلوبة في كل حاجة ومش نهاية المشوار أن يحصل أي ضرب لأي فرقة نحن تصدرنا ونزلنا الفرقة المنافسة تصدر ونزل وخبالك الفريق الثالث مثلا بيقرب ممكن يبعد فدي منافسة ومنفسة كويسة جدا جدا بس نحن عايزين الأهل يحسن بإذن الله شايف أن الفريق النادي الأهل محتاج طبيب نفسي الفترة دي يعني كان في تجربة قبل كده في الجازف أن المسترمان والجوزي كان في طبيب نفسي موجود مع الفريق هل دور الفترة دي ممكن يكون مهمة من وجهة نظر؟ هو دي بتاعت جهاز الفني وبتاعت الناس المسؤولة على فريق الكرة في النادي الأهل ما ينفعش أنا أقولك في الوقت الحالي حاط طبيب نفسي ده فضل ثمان مباريات أو سبع مباريات المنظومة من الأول شوف إيه احتياجات الجهاز الفني اللي بيطلبها عمر مجلس الإدارة ما يتأخر عليه من كل حاجة كل إمكانيات المجلس بيوفرها للمدير الفني بفرق أي جهاز فني شغال في النادي الأهل ما اعتقدتش أن المجلس الإدارة بيتأخر عليه في أي حاجة عايزين طبيب نفسي عايزين تغذية عايزين أي حاجة مترجم أي حاجة بيطلبوها أكيد هتبقى متواجدة بس ما افتكرش في الثمان مباريات دولها السبع مباريات أقول لك يا طبيب نفسي طبيب النفسي بيبقى هو المدير الفني أو المدرب العام أو مدير الكورة لأنه أكيد بيعملوا الدور بتاع الطبيب النفسي لأن مش كل حاجة بتبقى على العلن أو تبقى معلنة طبعا طبعا يعني الكابتن الخطيب اللي بيقعد مع العيبة بتكلم معهم في الغرف المغلقة ده أكتر من الطبيب النفسي كلام يعني يخلي لما أخذ يعني الحجر يتحرك يعني عشان الناس تعرف إيه قيمة المكان اللي هم فيهم أو إيه الاحتياج اللي احنا محتاجينه نفس الكلام الناس اللي موجودين فهو ده زي الطبيب النفسي وأكتر لأنه بيدعموا اللعيبة من كل النواحي طيب فلنا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نواصل كل الحديث فيما يخص نادي الأهلي بالتحديد وكل ما يخص بسوط الدوري هذا الموسم والمنافسة سأقف الكمة أو في قاعة جدوى الدوري استنونا بعد الفاصل طيب قلت مصدق المنافسة في الدوري السنائي دي شايفها إزاي بطولة بشكل عام شايف المنافسة فيها إزاي الناحية لصارت البطولة بتحديد من ناحية الفنية فاقيمك لبطولة الدوري بشكل عام رأيك فيه لا هي البطولة لحد وقتنا هذا لا ينقصها إلا الجمهير بس هي من نسبة لحتة الفنية أنا شايف أن برضو وجود الفرق الثلاثة في المنافسة قدت شكل للدوري ورغم من صعوبتها علينا كنا عايزين نحسي من لك قبل كده بس هي قدت منافسة كويسة جدا جدا منافسة شريفة بين الثلاث فرق وأول مرة يحس أن لغاية فضل السبع مباريات أن فرقة تتصدر وبعدها بمطش تسيب الصدارة بعدها المطش اللي بعدين إن شاء الله ترجع الصدارة كان بيحسن في الدوري بمصري خالص لا ما كانتش بيحسن ودي برضو كان بيحسن أخر مرة تقريبا حصل فين في 2001 أعتقد لما إسماعيلي خد الدوري ساعة الإسماعيلي كان عنده فرقة كويسة ساعتها وكانوا ماشيين كويس وحسموا البطولة ومرة برضو يا بكابتن شاحت الله يرحمه كابتن على أبو جريشا فهي المنافسة حلوة وبالذات لما يكون الفرقات قريبة بين النقاط وبعدين المواجهات صعبة يعني حضرتك المباراة اللي جاية مثلا زي مالك يلعب مع بيراميز مباراة قوي جدا قوي جدا فرق النقاط قريب رغم بيراميز السابق الآن زي مالك مباراة بس الناس برضو ما تنامش على الحتة دي يقولك ده سابق لما تشيل لا ما ممكن يبقى ماشي كويس أي حد يتعرقل هلأي نفسه يبقى في المقدمة برات البراميز والزمالك أنا ما تسألني أنا بتمنى أنهم يتعدلوا يتعدل آه يعني كأنا نادي آلي أمو نفس بتمنى يتعدل تعادل بيبقى دفقت نقطتين دفقت نقطتين غير ما في رأة تكسر بياخد باور وبيعلى وبيطلع لقدها إنما التعادل ده بنسبة لي وجهة نظري ممكن تكون صحة أو غلط لأن الحسابات دي كل واحد ليه رؤية تانية فإحنا يهمنا بإذن الله في المقدمة إنهنا نتصدر تاني والمبارات اللي هي بقية لنا نخدها كمبارات كؤوس مبارات كؤوس مبارات كؤوس لأن ما ينفعش زي ما الأخ المشاهد المشاجع الألوي قالك مش عايزين نفقد أي نقطة من السبع تمام مبارات اللي جاي بس كرة فيها متغيرات إحنا بنتمنى بس المتغيرات دي ممكن إنت يحصل دروب مثلا في تعادل حاجة في غيرك ممكن يخسر هذا يحصل كذا بس إحنا نمشي كويس بإذن الله ومنبصش وراء هتلاقي نفسك بإذن الله في المقدمة إن شاء الله بالنسبة للقاع في بطولة الدوري والمنافسة على البقاء في هذه البطولة وفي تقريبا عدد كبير من الفرق اللي بينافس على البقاء يعني بتحديد من أول المركز التامن ممكن إنتاج الحرب يعني يكون بينافس لأن لسه الفرق عشر نقاط ما بينه وما بين المركز الأخير وعدد المباريات يكفي لتعويض هذا الفرق لأنه لسه أنا أستمنى مطشات تقريبا أو أقل كمان بالنسبة لبعض الفرق أو للأسف يعني مش كل فرق لحب نفس عدد المطشات لأن نحن عارفين كمية المؤجلات هذا الموصل في بطولة الدوري لكن شايف المنافسة على البقاء في بطولة الدوري إزاي هي بص حضرتك لحد مثلا الأربعة وثلاثين أو خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين نقطة بس طبعا أنا بقول الجونة يعني أنا من ضمن الفرق الجونة وسموحة قدروا للم نفسهم الفترة الأخيرة سموحة ثلاث انتصارات متتالية دي فرقة معهم جمد وأنا يعني تسألت أكتر مرة كنت واحد كان بيقول لي مثلا بعض المسعين يقول لي كابت مين هنزل يقول له ما ينفعش تقول دلوقتي لأنه كان سموحة قبل الأخير يقول لي لما تقول رشح ثلاثة وطوله ما ينفعش الرشح كان فضل على ما أعتقد اتناشر مباراة أو حداشر مباراة أو في الرنج دي لأنه أنت ما تيجي تتكلم في وقت زي دا وسموحة المباراة اللعبة أو كسب لما نقول سموحة مهدد ده أنا ممكن نعمل أحباط للفرق فما قلتش على حد خلص أن مين ممكن يهبط بس دوقتي فضل تمام مباراة يعني بعد الجولة اللي جاء دي فضل سموحة مباراة في فرق زي النجوم والداخلية والحرس دول ممكن يكونوا مهددين أكتر ثلاثة الأخيرة في الجدول دلوقتي في الفترة أعو رغم من الفارق بسيط أنت ممكن فرق مثلا يكون مثلا عندها 29 ستة بونت يخليه 25 تسعة بونت 28 ما ممكن أنت تكسب مباشرة زي اللي حصل مع سموحة ممكن تديك دفع لقدام طبعا وتكسب بعض المباراة بس إحنا نقول إيه ده يكسب وده يكسب وما الميلة ينزل بس اللي قدامنا دلوقتي اللي هم ثلاث فرق الأخرين داخلية والنجوم وحرس الحدود أمبي طبعا مفروض ما يكونش في المكانة دي طبعا الاتحادس كاندري طبعا يعني مفروض ما يكونش في المكانة دي خالص من مكانيات العيبة وجاس فني وعندهم منظومة كويسة يعني مفروض يبقى بعيد عن المكان دي خالص حد المركز الاتناشر الجيش كان برضو كان بعيد مش كويس جدا جدا برضو لحد ما إيه قرب بالمنافسة صعبة جدا وشارسة بالنسبة لهموت اللي أني أنت الثلاثة دول لو هات يوم كذب أربع مبارات بس مين ينزل مكانه لازم حد يخسر من الناس اللي فوق الناس اللي فيهم حد يكون بيخسر مثلا هزاي متتالية واحد لو يتغلب مرة مرتين تلاتة هتلاقيه غزبنا عنه لأن نفسه داحت اللي بيكسب بقى مطش بتعادل مطش ده اللي بقى فيه عن التوازن تلاقيه في مكانة كويسة يعني أنا مبسوط طبعا الاسموحة والجونة بصراحة الكابتر الحمد الصدقي وكابتر حسام حسن أن هم بعدوا شوية وراحوا في مكانة كويسة إن شاء الله بتمنى تشوف الاتحاد برضو من وجهة نظر يعني أن يطلع فوق شوية يعني الثلاثة الأخيرة ده هو الأقرب للهبوط أقرب بس عنده أفنتاش عنده فرصة كبيرة عشان ما نحبطهمش لو بيكسبوا لو بيكسبوا هيغيروا المركز ده بس هم ده وقت اللي على الورق في ترتيب الجدل اللي لما تحط هو بعد المباريات هم اللي في الآخر من الفرق الأفضل بالنسبة لك في بطولة الدوري هذا الموسم أو اللي لفت نظرك بشكل كبير لا الفرق اللي في الدوري كل فرق اللي لفت نظري للأسف كان فترة معينة فترة معينة ما فيش استمرارية لا عشان أكونوا وقعي يعني بداية البطولة كان عجبني الإنتاج الحال في مركز المختار كان مكسر الدين وتقول دولة ويبقوا تالت ورابع بس جيه في الفنش بتاع البطولة رجع شوي المقولين جالوا فترة مع عماد النحاس كان ماشي بخطة سبتة بعد يتحصل حقق ستة انتصارات متتالية حقق ستة وجيه وقع منه مطشين تلاتة وجيه حقق الانتصارات تاني برضو عماد النحاس مداربين الكواسين جدا جدا ومستقبل وعد يعني وعمل حالة معنادي المقولين العرب بس برضو ما بتبقاش سبت هاب جلال لما مسك المصري ماشي كويس برضو في البداية كانت مهزوزة شوية ماشي كويس مع الفرقة ما فيش حد بقى مستوى سبت لو حد مستوى سبت البعض الفرقة المنافسة برضو جديدة اننا نشوفهم في الحالة اللي هي الفنية السنة دي يعني في فرق قبل كده بقيت خالص فكونوا من نفسه يبقى فيه تقدم في المستوى يعني دلوقتي التلات الفرق المتنافس يعني مثلا نادي معودنا هو الحمد لله رقم واحد على طول اداء ومستوى ونتائج وبطولات بس يمكن بيحصل ضرب بمسيط ان شاء الله يرجع تاني بإذن الله الفرقتين التاني المنافسين برضو في فرق منهم تصدرت وبعد كده حصلها زيم ورجعوا الوراء وبرضو حتة المؤجلات زي مولت لحضرتك مش مدية التقييم النهائي فانا شايف لغاية اخر مباراة في الدوري هتبقى المنافسة في الملعب صقف في الكمة وفي القوع صقف في الكمة وفي القوع بس المستوى سابت لا الموسم ده مفيش حد مستوى سابت لحد وقتين هذا كل الفرق مرت بظروف صعبة حصل لها ضربات مفيش حد اللعب اللي انت شايف مستوى سابت على مدار الموسمين في جمعية الاندية اللي لفت نظرك بشكل كبير جدا وشايف ده ممكن ياخد افضل لعبة الدور المصري هزا الموسمين برضو المستوى مش سابت لبعض اللعيبة كل لعبة في بعض اللعيبة مثلا في فترة بتبقى كويسة جدا جدا في الملعب وبيجي لهم متشين ثلاثة اربعة تلاقيهم يما اصابة يما فقت تركيزه وبيع المكان اللي هو فيه طبعا اسمحلي مش اسمي عشان ما ايه برضو من ايه هتضطر تتكلم في حاجات ايه ان ممكن اقول على واحد مسلا او اثنين يكونوا في مكان معين عشان ما نحبيتش حد بس اتمنى بعد النهاية الموسم التقييم اللي هي حق البطولة اللي اكتر واحد لعب مباراة كتير هنديله العلامة كاملة يكون انجز مع فرقته وطلتبع العدد المباراة اللي هيخد طبعا لسه فاضل تمام مباراة ممكن انا رشح لك بواحد يجي الفترة اللي جاية ممكن تلاقي قل جدا جدا فانا سيبها كده لغاية اخر الموسم بإذن الله وكل واحد ياخد حق يعني في الحقيقة في العديد من اللعبين هذا الموسم اللي قده بشكل مميز جدا مع مختلف الأندية في الحقيقة سواء في الأهل أو في الزمالك أو في البيرامدز أو في الأندية وسط الجدول وفي كل الأندية في الحقيقة لكن متوقع أن السنة جاء ان شاء الله بإذن الله نشوف بطولة مثيرة فنيا بهذا المنظر ويمكن أحسن كمان من كده في ظل ان شاء الله بإذن الله سيكون متواجد ممور بشكل طبيعي جدا بعد بطولة الأمة الأفريقية اللي احنا هنتطرق لها مع نهاية الحلقة أكيد الموسم اللي جاي ان شاء الله يبقى من أقوى المواسم لأن الموسم ده عدى كده في فرق انت مكنش عامل حسابها يعني مثلا احنا متعودين المنافسة بين الأهل والزمالك الوقت يدخلك فريق ثالث المنافسة تبقى جدا جدا ممكن يخش لك فريق رابع ممكن الموسم اللي جاي تلاقي واحد مثلا جالك من أي دولة عربية قالك النادي الفنان ده بتاعي انا متوقع كل حاج انت كنت متوقع الأسيوط يبقى كده طبعا بيرمز طبعا لا بيرمز كنت متوقع نواب في الحالة دي في المكان دي ممكن يجي لك الموسم اللي جاي يجي لك واحد من دولة الأمارات أو من السعودية أو من الكويت يقول لك مسلا هشتري نادي كزا أو هاخد هدعم نادي كزا يجيب لعيبة وينافس وبتاع وهتلاقي الدنيا تمشي بدل المنافسة بتبقى فريق واتنين ممكن تلاقي ثلاث اربعة بس عودة الجماهير هي من نجاح البطولة البطولة القوية جدا في الملعب بس اللي بيجمل الدوري المصري واللي بيخليه مميز عن الدوريات العربية الجماهير الكرة في مصر لاني انتخيل انت كما تخش تلاقي في الملعب في ستين سبعين الف دي شكل تاني مع الأداة اللعيبة كمان كنا بنشوف الكلام ده كنا بنشوف مباراة الفاكر مباراة الأهلي والزمالك 2009 وقبل كده كمان نص أبيض ونص أحمر هنا وملعب ومباراة كانت أكثر من رائعة فنيا لان كانت نتاج دي بقى في الآخر اللي كنا بنتمتع بالمباراة في الحقيقة الجماهير هي عصب اللعبة وهي رقم واحد سواء في الأندية وبذلك الأندية الكبيرة اللي بيحضر لها جميل كبير والأندية الشعبية وعدنا تكلم أندية شعبية لما كان في جماهير كان جمهور الأستاذ سكندرية بيتملي في أي مباراة تخيل أنت بتخش الأستاذ سكندرية تلاقي فيه 3040 واحد ونفس الكلام كان في المحلة في المنصورة لاندية برصعيد الإسماعيلي إسماعيلي ده أي مباراة بيلعبها الحد قريب المطرات كلها في المحلة وفي سكندرية وفي نادية الإسماعيلية وكما كانت بجمهور الأستاذ الأستاذ بتاعيتهم كان بتتملي بقى لك بقى إيه الأهلي في أستاذ القايرة وإزا مالك الجماهير رقم واحد فأتمنى مع البطولة القوة بتاعيتها الموسم اللي جاي اللي احنا متوقعينه يكون الجماهير موجودة إن شاء الله بعد الكاثر الأم الأفريقية الناس تاخد قرار وقرار سريع يعني عوضة الجماهير بإذن الله طيب يعني خلينا نقول خبر سريعا كده حزين شوية بنعز طبعا كل تعزين الكابتن زكريا ناصف نجم النادي الأهلي ومنطقة مصر السابق فيه وفاة زوجته ربنا رب يرحمها ويخفر لها ويسكنها فسيح جنتها رب إن شاء الله بإذن الله الجنزة بكرة هتكون في مسجد السيدة واتتحرك من مسجد السيدة نفيسة يعني كل الدعاء ليها وربنا رب يصبره ويصبر كل أولادها وأهلها وأقربها وإن شاء الله بإذن الله تكون بإذن الله بإذن الله نقول البقاء لله وكل تعزين طبعا الكابتن الكبير كابتن زكريا ناصف خبر دلوقتي البقاء لكابتن زكريا وربنا يجعل مسوء الجنة وربنا يرحم إن شاء الله طيب كلنا نتكلم عن بطولة الدوري والنفس والسرنج إن شاء الله بإذن الله بطولة تكون ممازلة لكن في المقابل في بعض أو خلاص تم حسم صعود الفرق اللي هتكون متواجدة في الدوري الممتاز السنة الجاية أسوان طنطة أفسي مصر خلاص بشكل رسمي صعدوا للدوري الممتاز شايف إن التجربة بالنسبة لأسوان وطنطة وأفسي مصر إن شاء الله تكون ناجحة للسنة الجاية ولا إيه كمان المطلوب منهم إنهم عشان يبقوا في بطولة الدوري ما يهبطوش مباشرة إيه اللي هتكون مطلوب منهم طبعا في أندية من الثلاثة في ناديين جماهيريين وفي نادي حديث الولادة زي يقول يعني لو أفسي مصر مع كابت محمد صلاح طبعا ببارك للفرق الثلاثة أول فريق كان صعد كان أسوان أسوان قبل المسابقة بتلت مبارات ممتاز السعيد أسوان بعدين تنطع بعدين تنطع في آخر مباراتين حاسم اللكاء اللي قبل الأخير ونادي أفسي مصر حكم الصعود بتقعط الصعود في آخر مباراة اللي كانت في الدوري يعني كانت بينه بين الثلاثة فرق القناة والسيراميكا لأن الترسانة قبلها بإسبوعين بعد لما تعادل وجهب من قناة جماهيرية مطالبة طبعا بأن يكون عندهم منافسة من الأول بعدم الهبوط مش منافسة أنه ياخد الدوري ينافس أنهم ما يهبطش فطبعا مطلوب منهم يجيبوا لعيبة كويسة ويعملوا إعداد كويس جدا والناس تتكتف معهم يعني محافظة زي طال الأسوان دي أسوان بلد جميلة جدا وشرف لنا أن يكون فريق من الصيد أسوان بالذات يكون في الدور الممتاز دي بلد سياحية وبتجذب السياحة لمصر فلما يكون فرقتهم برضا بتلعب في الدور الممتاز حاجة مشاريفة جدا بتمنى أنهما ما ينزلوش ويطلعوا تاني هما الفترة الأخيرة كانوا جايبين الكابتن مجد عبدالعاطي وبرضو مدرب كويس أول مرة يبقى مدير فني ويصعد بفرقة كالعيب جامد في أندي أو كالعيب كويس بتمنى له التوفيق إن شاء الله بإذن الله ويحقق هدفه مع أسوان ويبقى فيه بقاء لي لو موجود معهم بإذن الله ويجدد معهم نفس الكلام نادي طنط نادي جماهيري ونادي كبير صعد مع أيمان المزين لازم من الأول برضو أنت بيصعب عليك لما يكون أنديها جماهيرية وبالذات لما يكون فيه جماهير وتلاقيهم تحت أنديها الجماهيرية انقردت يعني تخيل أنت غاز المحلة دي اللي كان بيروح المحلة ياخد بطل يبقى بطل نادي كبير نادي المحلة طلع عمليقة واخد الدور قبل كده ولعي في أفريقيا والنجومه ممكن أقدم لك بالواحد نفس الكلام نادي بتحاد سكندري نادي كبير جدا لأن كل الأندية الجماهيرية لازم يكون لها بصمة فلما يكون ناديين يصعدوا السنة دي طنطة وأسوان بتمنى أن هما يشتغلوا أن يعملوا فريق جيد يجيبوا لعيبة كويسة ويكون في دعم سواء من المحافظ أو دعم من رجال الأعمال لأن لو أنت ما فيش دعم الفرعة تطلع تنزل قبل الدور أولا ما يبدأ قبل الدور التاني ما يبدأ فلازم لأن فيه تنقلات وفيه مطلوب منهم التزامات فالأنديها دي أنا متعاطف معا يعني لازم يكون فيهم الناس تبصرهم شوية المسؤول عن اللعبة كورت الكذب يعني دول لو فيه شركة رعية أو حد اهتم بالدور الممتاز به هتبعها كويسة جدا جدا الأندية دي بتمنى لهم التوفيق لأن الفرعة دي لها بقى طويل ويصعدوا كتير في الدور الممتاز وفي سي مصر برضو عشان ما نسلمهمش بارك لهم على الصعود وصعدوا تفوقوا على فرق عريقة قبلهم في بطولة الدوري بقى لهم سنوات طويلة فدي تتحسب لهم وتحسب لمدير الفني كبت محمد صلاح بتمنى لهم التوفية بنبير كلهم أكيد كلهم نتمنى منهم مستوى يكون جايز في بطولة الدوري ويضيفوا ويسروا البطولة فنيا كمان لأن احنا أكيد بنتبقى مبسوطين لما بنشوف فرق كتير بتأدي بمستوى جيد وده بينعكس على المستوى الفني في المباريات فبالتالي الجماهير كلها تتمتع بهذه المباريات وفي الحقيقة الدوري المصري زمان كان دوري ممتع جدا في ظل حضور الجماهير إن شاء الله بإذن الله بالموسم الجديد لما يكون في جمهور كتير كمان في هذه المسابقة إن شاء الله بإذن الله هنشوف مباريات مسيرة مهمة جدا وكان فيه كمان أهداف رائع نشوفها يعني في الحقيقة طب قليلا روح نشوف تأرير أجمل هدف نشوفه من الأهداف اللي ممكن تكون أحرزت خلال الفترة اللي فاتت بالتحديد من النادي الأهلي خلالنا روح نشوف التأريد ده ونرجع مرة تاني أهداف كتير في الحقيقة في تاريخ النادي الأهلي كده أهداف مهمة لكن خلنا فيه ملف مهمة مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية وخوض مصر لبطولة الأمم الأفريقية والبطولة إن شاء الله هتكون على أرض مصر وعلى الملاعب المصرية شايف البطولة دي ازاي واستعادات للمنتخب لازم تكون ازاي واختيارات كمان المنتخب أو الجاز الفني بالتحديد للعابين يكونوا متوجدين في القائمة النهائية المنتخب مصر ازاي طبعا بطولة الأمم الأفريقية طبعا دي ما تتلعب في مصر يعني لازم نقول طبعا مصر مرتشحة رقم واحد طبعا بطولة في ملاعب لكن فيه فرق قوية جدا وبطولة كبيرة فيها منتخبات كبيرة تبقى مشاركة فلازم الاستدادة يكون قوي جدا المدير الفني بالاستعداد للبطولة طبعا الاختيارات النهائية بتاعته هو ضمن أكتر من لعب من اللهم الجداد يعني مثلا زي مصطفى محمد وعمار وإسلام جابر محمد هاني كان معهم قبل كده ضيعة ناصر كويسة جدا مميزة صغار السن وأنا متوقع برضو أن يكون نحمد فتحي إن شاء الله لأنه بخبراته يكون متواجهة مهمة طبعا مهمة جدا جدا أنا متأكد أنه يتأخذ بطولة من الأعمدة الأساسية بطولة قوية وفيها عندنا محترفين كتير برة طبعا على رسول محمد صلاح بتمنى بإذن الله بإذن الله أن احنا ناخد من الأول كده البطولة بعدم التهون والاستطار معنا منتخب زنبابوي معنا كونغو ومعنا أوغاندا الرأي كيف المجموعة بتاعة ناصر؟ المجموعة يعني على الورق كده كويسة يعني أنت ما طلع لكش برضو فرق من شبال أفراكي أو طلع فرق مثلا إيه أنت ممكن تترعب منها بس اللي على الورق حاجة والملعب حاجة تانية ممكن يعني متخب من كونغو ده منتخب قوي زنبابوي فريق قوي ممكن أن أحد أقول لك إيه ده منتخبات ضعيفة لا بالعكس أنت تاخد البطولة من الأول المنتخبات دي كلها قوية جدا عشان أنت هتلعب كل الفرق لما إن شاء الله تسعد المجموعة بتاعتك لازم تقابل الفرق قوية طبعا فمن بداية البطولة لازم تحط في دمك أن كل الفرق قوية المجموعة اللي عندك والمجموعات التانية وهتقابل مين لما تسعد من الفرق التانية فأنا شايف أن المدرب مختار توليفة كويسة جدا خد أحسن العناصر لو في واحد مثلا ولسه بكايمة النهاية ما أعلنش عبا لسه ما أعلنش ممكن حد يكون تاني في دماغه حاطت وقت معين هايخده زي أنا أقول لك أحمد أنا أتمنى أنه لعيب كوي جدا وعنده خبرات أفريقية ومشاركات كتير أحمد فاتح بطورة زيدي أحمد فاتح كنت أتمنى وليد سليم وليد سليمان زي ما كنت أتمنى يكون موجود في النادي الأهلي الفترة الأخيرة لأنه ده من العوامل الأساسية اللي كانت تفرق كانت مهمين للنادي الأهلي كان يفرق معهم جدا بخبراته فنياته تركيزه كان بيحرز أهداف في مواقف صعبة ليه نتراكنا الوليد أن الكلام بيجيب بعضه أن أي منتخب أو أي فريق يكون فيه عنصر مؤثر جدا وعنده خبرات لازم تضمه لازم يكون متواجد وزي ما حضرتك تفضلت لسه فيه الفرصة متاحة لبعض اللي يكونوا موجودين الفترة اللي جاي بس أنا شايفه هو اختار عناصر سبيرة أنا شايفه يبقى مستقبل في المنتخب زي عمار وزي طيب أزم حضرتك على المعسكرات السابقة يعني المنتخب كان بيختار بعض العناصر الصغيرة في السن كان بيختار دي لو حد فيهم خد فرصة وتمسك بيها هيبقى ضفها للمنتخب لأن انت عندك المحترفين خلاص دول معرفين بيلعبوا برا ويثبتوا وجودهم وحاجزوا أماكن في الفرقة في القايمة مش عايزة أقول في الفريق لأنه ممكن يحصل متغيرات طبع ممكن واحد انت مش عامل حسابه يعني انه متوقع مثلا مصطفى محمد ده لو مايش كويس جدا جدا ممكن يبقى فروت مصر هو مش أهل من كوكة يعني مثلا لعيب كويس لأنه نديله حقه يعني لو خد مطشاط ومشي هيبقى ليه تواجد دي ترجع للمدير الفني فالفترة اللي جاية محتاجة تركيز برضو منه انه هو شايف لو في حد مميز ما يتأثرش ولازم يضمه فيه لعيبة فقندية تانية كويسة لازم يضمها هو مع الرؤية الفنية في الاختراب بتاعته هو مع سياسة الجهاز الفني منتخب مصر بالنزول بالأعمار السنية للمنتخب ولا بالتحديد في بطولة الأمور الأفريقية لازم يلجأ للخبرات وخصوصا ما هي بطولة محدودة انت بتشتغلش على فترات بعيدة لو تشتغل على فترات بعيدة هتفكر في كاس العالم الفين اتنين وعشرين لكن تلعب في بطولة عبارة عن تلاتين نيوم هل ده مبرر يكون جيد بالنسبة للمنتخب ان هو يلجأ للعابين الخبرات ولا يستمر في السياسة اللي هو أعلن عنها منذ البداية هو سياسته في الإحلال والتجديد ممتازة جدا مكويسة جدا لصالح مصر صالح المنتخب بس فيه أولويات فيه المهم فيه الأهم الأهم ان البطولة فاطر عليها فترة ليلة وانت بتنافز ومنافس قوي فلازم لو فيه أعمار كبيرة عنصر أو عنصرين هيفيدوا منتخب مصر لازم يتضموا حتة العناصر الصغيرة دي هتبقوا مفيدة الفترة اللي جاية كاس العالم اتنين وعشرين هيبقى انت عندك أفانتاج وعندك فرصة كبيرة جدا يبقى عندك إعداد طويل أو خطة طويلة المدى تجاهز أي حد وتوصل أي حد هيبقى فيه مشاركات أفريقية فيه أي استحاقات العيبة الصغيرة دي هيكون نضجت ودخلت في الفورمة إنما المباراة اللي جاية المدة الزمنية الليلة فلانا ليه ما استعينش باتنين تلاتة هندهم خبرات بعض الأندية في النادي الآيلي عندنا فيه مثلا ولد سليمان وإحمد فتح ولو فيه واحد في فرقة تانية كبير في السن ومميز في مركزه لازم أضمه ماليش دعوة بالسن يعني البطولة قريبة لو أنصر ده أو حتى لو أنصرين تكون انت ممكن تفتخدهم لما ضمتهمش فيه مباراة ممكن يحسيمها لك وواحد مثلا بيلعب تحت المواجمين عدد تلاتين اتنين وتلاتين تلاتة وتلاتين بس وجوده حيوصلك بيعمل ربط في الملعب بين نص ملعب قدام ويفر معك لازم تاخده لأن ده بنجح لك شغلك فيه ترجع للمدير الفني وترجع لالجهاز المعب وسهنا مع حضرتك أنا بجاوب على سؤالك اللي هي طويلة المدى يصبر عليهم السويرين في الحلال والتجديد أنا في سياسة أني أخذ عناصر جديدة وينزب العمارة الثانية أنا مقاية كلامك مظبوط بس بعد الأم الأفريقية بعد الأم الأفريقية طبعا إنما في الأم الأفريقية أنا مطلوب مني بطولة ومطلوب مني ناتج يكون إيجابي فلازم أنا ألعب على البطول ما ينفعش يكون عندي اتنين تلاتة كواسين أقول لا هذا أكبر في السن طبعا أنا في الحقيقة متخوف من جزئية معينة هي بتتعلق بتواجد الجمهور المصري أكيد اللي هيكون بشكل كبير جدا متواجد ومالي للإستادات إن شاء الله في مطشط مصر وكل مطشط في الحقيقة لكن للأسف الفترة دي أو الفترات اللي فاتت كلها ما كانش فيه جماهير في المدربات في البطولات المحلية هل ده ممكن يعمل ضجوط أكبر على اللعبين وخصوصا شخصية اللعب أكيد بتتكون بحضور الجماهير في المباراة بشكل مستمر فبالتالي بيعتاد على هذه الضجوط فبالتالي فترة دي اللعبين المصريين في الدوري المصري بالتحديد مش متعودين على الجماهير العادة مؤخرا للمدرجات بأعداد قليلة هل ده ممكن يكون عنصر سلبي ما نعرفش نستغله في طويلة الأمور الأفريقية أو ليه لا أنا شايف إن شاء الله مش هي بعنصر سلبي يعني هو بعض اللعبين بس اللي هما بيعابوا في أوروبا متعودين على الجماهير من أصدر لك ده وفي حاجة تانية أولا أنا عمره ما يكون عنصر سلبي لأن الجماهير بالذات في مصر بتديك باور بتديك قوة وحماس غير عادي إنت تفضلت جوابت جزء من السؤال اللعيبة اللي هي في أوروبا متعودة على اللقاءات الجماهيرية وملعب مليان دول نستسنيهم في مصر لاي في حتة تانية برده ونوضحها اللعيبة الأهلي والزمالك الزمالك بيلعب في الكونفدرالية والأهلي بيلعب في دول الأبطال كل المباريات كان فيها جماهير سواء كانت في القاهرة أو خارج القاهرة فمتعودين على الضغط الجماهيري والحماس بالعكس ده احنا مفتقدينها للعيبة دي لو دخل عنصر أو عنصرين جداد أكيد هيتأقلموا لأن الهيكل الأساسي بتاع المنتخب أو الكترة العددية كلهم بيلعبوا قدام جماهير أكيد هتلاقي في التيم بتاع المنتخب مصر هتلاقي تمانية أو تسعة بيلعبوا تحت ضغطات جماهير ويتمنوا الملعب يتملي عدوا المرحلة دي ممكن تلاقي عنصر أو اتنين يخشوا الفرقة مش بتعودين على الجماهير التسعة يشيروا الاتنين دول مش يحسوا برهبة لأنه بقيت اللعيبة اللعيبة أول من دمج فأول مبارا ودخل في الجيم وبتاعه واشتغل الموضوع انتهى بالنسبة لهم الميزة كمان أن أنت هتلعب أول ثلاث مباريات مع منتخبات مع احترابنا وتقديرنا عليها مش كبيرة أوي يعني هتقدر تاخد المباريات تدريجيا والجمهور هيكون متواجد فتكتسب خلاص بقى السقة من الثلاث مباريات دول وتاخد دفع للمباريات اللي بعدين كأسامي فرق الثلاثة اللي معنا في المجموعة كأسامي مش هيعملوا إزعاج للعابين المنضمين حديثا لو في حد يشارك واحد أو اثنين أسامي الفرق اللي معنا في المجموعة مش هتخده إنما لو بيلعب معك السنغال بتلعب معك كاميرون بتلعب مع نيجيريا بتلعب مثلا مع المغرب مع الجزائر مع تونس والعناصر دي السوارة دخلت والضغط الجميل ممكن يفرق معهم فدول الآن دي ممكن ما يبقاش فيه هبة للناس اللي منضم حديثا وطبعا فيه خبرات عند اللعيبة الموجودة واللي هينضم دي فرصة يمسك فيها بإيده أثنين يعني مستفى محمد ده لو لعبته وقعليه الاختيار لعب لقاء زي ده يعني شنعرف الناس هو لعيب في طلع الجيش لعيب مميز جدا لعيب مميز جدا كان بلعب في طنطا كورته كويسة معارب في زمالك هو صح آه كان بلعب في زمالك رأس حربة مميز وقوة عنده سرعات وعنده كوة ده المطلوب في رأس الحربة وكمان ولد صغير في السنة ان شاء الله يقول لي دوريا اتمنى له التوفير اتحاد الكرة لما بيجي يتعقد مع مدير فاني جديد بيحط له الأهداف بتاعته اللي هو عايز يوصل لها كاتحاد مصري أو كاتحاد خاص بالدولة اللي بتتعقد مع مدرب ممكن يكون قبل ما بطولة الأمور الأفريقية يتمل استقرار على أنها تكون في مصر كانت الأهداف مختلفة هل اتحاد الكرة من وجهة نظرك شايف أنه ممكن يكون عدل هذه الأهداف بالفوز ببطولة أو ضرورة الفوز ببطولة الأمور الأفريقية بعد ما أن مصر خلاص هي اللي هتنظمها لا هو صعب جدا يعدل لو فيه اتفاقيات مدير منتخب سوية عدلات بتبع منطقية يعني أصلا انت بتلعب في مصر وبطولة وسط وضع طبيعي لو أنا جايب مدير فني أجنبي وأنا عارف البطولة في مصر قبل ما أجيبه أقول له نحن أعزين البطولة دي حطها لك في العادة زي ما المدير الفني أجنبي يقول لك لو خدت البطولة دي هاخد ستة شهور مكافأة البنود التعاقدات بس بعد ما تعاقد معي صعب يجي غير في أي ليحة أو أي بند من البنود التعاقد معي بس هما بحطين المنتخب أو الرئيس الاتحاد أو اللي بيتتفي مع المدير بيكونون بحطوا استراتيجية للعمل بتاعة المدير الفني يحطوا له الخطة بتاعته اللي يشتغل بها ثلاث سنين أربع سنين يحطوا فيها شروط الحاجات الفنية هم ما بيتكلموش فيها تتكلموا في التعاقدات أنت عندك لكاس العالم لازم توصلنا لو وصلتنا في البند كذا بيقول كذا لو فيه إخفاءات ممكن في أي وقت يستغنى عنه وممكن بدلا ما يدلوا الشهور بتاعته يتفي معاه لو أنت ما توفقتش هتديك شهرين وتمشي دي بترجع لأمين اللي عمل اللي عقت مع المدير الفني إنما هم متفقين مع أنه يوصلنا كاس عالم اللي جاي ويعمل المنتخب جديد ويبقى فيه مطلوب منه نتائج بس الفترة دي اللي إحنا بيبقى شغالين فيها اتفاجئوا إنه هم اللي اختاروا على مصر بعد اعتذار كان على ما أعتقد كان في جنوب أفريقيا كان في الكاميرون كان في الكاميرون اه بعد ما الكاميرون التنظيم مش موجود في الكاميرون بموجود فين في الكاميرون فهتفاجئوا فصعب يحطوه دي في البند بس هم لازم يعودوا معاه يعرفون دي في مصر البطولة لازم نلعب على البطولة هي أكيد بقت مطلب أساسي خاصة بالنسبة لكل الجامير المصرية رقم واحد منتخب بطولة الأمر رقم واحد احنا بنلعب على البطولة طبعا هسواء حتى ما غير ما يقول المدرب ما هو راجل عنده خبرات بلازم يكون دي حطيطة قدام عني طبعا كابتن صديق نهرتنا وشرفتنا في الحقيقة أنا كنت منصوص النهارك معنا النهاردة الله يخليك كابتن أمين مسعيد جدا أنا أكون موجود معك أنا أسعب أتمنى يكون يعني كل واحد خاد حق ويعني ما اصرناش محد أكيد طبعا نهرتنا وشرفتنا كابتن صديق دي كانت فاكرتنا الأولى من حلقة الأهلي اللي دي النهاردة كان معناك كابتن صديق الجمال نجم النادي الأهلي والصابق وعضو الإدارة الفنية لإكتشاف المواهب بالنادي الأهلي بعد الفاصل هيرجع معاك زميلي العزيز عمر ربيع يسينو هستضيف قيمة صحفية كبيرة أستاذ جمال الزهيري للحديث العديد من الملفات على الساحة الرياضية المصرية بعد الفاصل اشتركوا في القناة